انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي رسميا بعد أن كانت اعترضت عليها تركيا وعطلت تركيا دخول فنلندا إلا بعد أن قامت فنلندا بتعديلات في بعض قوانينها بحيث لا تسمح للمعارضين الأتراك سواء كانوا على حق أو على باطل لمتوجدين في فنلندا بأن يزعجوا نظام الحكم في تركيا على الأقل يعني دارت بعض نفذت كثير من المطالب التي طلبها أردوغان طلبتها تركيا أما بالنسبة للسويد فإن تركيا ما زالت تعترض عليها ولا أعتقد أنها ستوافق عليها إلا بعد الانتخابات بعدما الانتخابات التركية هي في ميل قادم وهذا أيضا منوضوع رح يكون مثير ومثير جدا في هذا الشهر ونص من هنا إلى الانتخابات التركية لأن كثير من الدول الغربية لا تريد لأردوغان أن ينجح مرة أخرى في هذه الانتخابات أردوغان في الانتخابات اللي فاتت نجح بنسبة 52% فقط يعني مش نسبة كبيرة يعني والمنافسة شديدة جدا خاصة في وضع الاقتصاد التركي فيه تضخم شديد جدا وجاء الزلزال اللي أدى إلى ضرب الاقتصاد التركي ضربة أخرى أكثر من 100 مليار الخسائر الخسائر الزلزال نهيك عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمختفين إلى آخرهم فما زالت تركيا ترفض انضمام السويد ولكن ضمت فنلندا بنضمام فنلندا فإن اللي خاف منه فوتين أو زعم أنه خايف منه وهو هذا النفوذ المتزايد للحلف الأطلسي داخل أوكرانيا برغم أن أوكرانيا ما كانتش ستنضم الحلف الأطلسي والحلف الأطلسي كان رفض طلب أوكرانيا له بخوفه من ذلك فإنه بنتيجة عكسية الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت بشيء معاكس تماما وغموضات للمصالح الروسية وهو أن دولة محايدة وظلت محايدة بالرغم من أن فنلندا شهدت حرب كبرى مع الالتحاد السوفيتي في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن الماضي انتصر فيها الروس بصعوبة شديدة دوء من فنلندا حوالي 10% من مساحتها اللي كانت داتها الالتحاد السوفيتي السوفيتي كانت امبراطورية وفنلندا عدد صغير جدا من الناس تقدم عدد السكان هما في حدود 5 مليون أو 6 مليون وهي بلد في الصيف تقريبا لا يعرف الليل وفي الشتاء لا يعرف النهار يعني بلد في أقصى الأرض ومع ذلك قاومت مقاومة شرسة جدا ولم تهزم إلا بشيء ضيق مقارنة بحجم الاتحاد السوفيتي يومها وحجم فنلندا هذه الدولة التي ظلت محايدة برغم أنها تشترك في الحدود مع روسيا بـ 1300 كيلومتر فإن غزو روسيا لأوكرانيا جعلها تخشى على نفسها وتنضم وتصبح الدولة الـ 31 في الحلف الأطلسي وبذلك هم حتى اليوم صرح الرئيس الأمريكي وصرح كثير من المسؤولين الغربيين قالوا إذا كانت هناك نتيجة إيجابية تظهر بقوة الآن وخدمنا فيها يعني ملخص ما قالوا وخدمنا فيها بوتين هو أنه دفع فنلندا والسويد أن تطلب عضوية الحلف الأطلسي كانت الحدود الحلف الأطلسي اللي هي في الدول البلطيق إستونيا وليتوانيا ولاتفيا كانت في حدود ممكن 600 كيلومتر أو مع روسيا أو 500 كيلومتر أو هكذا تقريبا الآن زادت بـ 1300 كيلومتر أي أن الحلف الأطلسي سيتواجد تقريبا بـ 2000 كيلومتر بمحاذات روسيا مما سيتطر روسيا إلى نقل أسلحة وجيوش إلى الحدود مع فنلندا 1300 كيلومتر أما بانضمام السويد اللي هو جاي جاي اليوم كلهم اللي أيضا رحبوا بانضمام فنلندا أشاروا أن السويد يجب أن تلتحق يعني في انتقاد لتركيا في أسرع وقت لما تنظم السويد فإنها أيضا سويد عندها بعض الحدود في أقصى الشمال مع الروس وهناك تنافس على الثروات الهائلة في الشمال القطب الشمالي القطب الشمالي ثروات كبرى غير ما زال ما هيش تستخرج يعني في حدود ضيقة كان فيها تنافس الغرب كان يريد أن ينافس روسيا لكن بما أن السويد وفنلندا ما همش أعضاء في الحلف الأطلسي فكان الغرب يجد صعوبة في ذلك الآن ببركات الغزو الروسي لأوكرانيا فتحت أمام أمريكا وأمام الحلف الأطلسي فتح القطب الشمالي بشكل من أوسع أبوابه كان يدخلوا له من أبوابه الضيقة إذا شئتم الآن من أوسع أبوابه فكانت إذا هذا من بين أهم الأحداث ومن بين الأحداث الأخرى هو ما حدث أول أمس هنا في سان بيترسبورغ وهذا التفجير كان فيه تفجير أو تفجير من الداخل كانت فيه تفجير لمقهى كان متواجد فيه تحد أكبر الداعمين للغزو الروسي وكان يقول سنقتل وسنسرق وسندمر أوكرانيا إلى آخر إلى آخر هو موش عسكري هو بلوغر يعني فقط من المؤثرين على خاصة التليجرام عنده أكثر من 400 ألف متابع على التليجرام على بعض المواقع الاجتماعية الأخرى فحدث انفجار الروس أوقفوا سيدة قالوا بأنها مدت له تمثال وداخل تمثال هذا كانت هناك قنبلة ومجرد ما شدها بعد دقائق انفجرت انفجر هذا التمثال وأدى إلى اغتياله هناك حالة من الغضب الشديد داخل روسيا بسبب هذه العملية هذه ليست أول عملية إرهابية إنما كنا شفنا أيضا قبل حوالي سنة من الآن عندما أيضا انفجرت سيارة كانت موجهة ضد دوغين يسموه عقل بوتين والمنظر والفيلسوف اللي متأثر به بوتين بشكل كبير لكن ما كانش هو في السيارة كانت بنته وأدت إلى قتل بنت أليكساندر دوغين أحد أكثر المتحمسين أيضا للحرب والمؤثرين تأثير فكري في بوتين هذه المرة الغضب كان أكثر من طرف المناصرين للحرب وطبعا خرجت في خصومات وقالوا أن هذا يثبت ضعفنا ويجب أن تقوم خبرات روسيا بدورها أكبر لو كران دخلوا على الخط طبعا استغلوا الفرصة وقالوا أن هذه الصراعات ما بين الروس أنفسهم في النهاية انضمام فنلندا إلى الحلف النيتو يعتبر من ناحية الاستراتيجية أحد أهم الأخطاء اللي ارتكبها بوتين في هذه الحرب طبعا انضمام السويد قضية وقت لكن السويد واضح أنها تستفز الأتراك وتستفز كل المسلمين فقد أصدر قاضي سويدي قرارا يلغي فيه قرارات الشرطة اللي منعت بعض المتطرفين خاصة المتطرف دانماركي بحرق المصحف الشريف وكان يريد مرة أخرى حرقه وكان قام بحرقه أمام السفرة التركية وكان يريد حرقه مرة أخرى أمام السفرة العراقية والتركية في إثارة المسلمين واستفزاز واضح للمسلمين والحقيقة أن كل الدول الغربية تقريبا نددت بهذا العمل وقالوا أن هذا ليست حري التعبير إنما هذا استفزاز لعقائد الناس وأن هذا يتعارض حتى مع القوانين الغربية لكن القاضي إحدى قضاء المحكمة الاستئناف الإدارية في السويد أصدر قراراً بأن من حق المتظاهرين وخاصة هذا الدانماركي هذا راسموس بالودان بحرق المصحف لم يكتفوا في السويد بذلك إنما قاموا باعتقال خمسة مسلمين وقالوا أنهم كانوا يحضرون لعملية إرهابية ضد من يقوم بحرق المصحف واعتقلوهم وقالوا أنهم كانوا يسعون لعملية إرهابية في السويد هذا طبعاً سيعطل مرة أخرى وصول أو دخول السويد للحلف الأطلسي وسيستغلوها في تركيا في هذه المعركة الانتخابية بأن السويد في الحقيقة تستفز المسلمين وكثير من المسلمين سيرى ذلك والحقيقة أن ذلك هو حقيقي أن هناك استفزاز حقيقي للمسلمين وهذا يقول حتى دول غربية بهذا الموقف لأنه ما فيش قضية في العقائد ما فيش قضية حرية تعبير لأن حتى هم عندهم بلاسفيمي لآخره وهذا نابع من أن العقائد يجب أن تحترم وأن لا يتم استفزاز أهل العقيدة بغض النظر على هذه العقيدة وهذا الموقف عندنا نفس الموقف في الإسلام الإسلام يمنع المسلم من استفزاز الآخرين في عقائدهم ما تسبهم ما تحبهم هذا هو القضية في عقائد الآخرين ترجمة نانسي قنقر